نقلت شبكة MBC الأمريكية عن مسؤولين أن إسرائيل قد تهاجم إيران خلال زيارة جالانت المقررة إلى واشنطن مشيرة إلى أن واشنطن لم تبلغ إسرائيل بالقيود المفروضة أو موعد الهجوم على إيران وبحسب الشبكة فإن جالانت وأوستن لم يبحثا إمكانية مهاجمة المنشآت النووية في إيران الشبكة الأمريكية أفادت أيضا بأن إسرائيل تضع اللمسات الأخيرة على قرار الهجوم على إيران وأن اجتماعات أمنية إسرائيلية جرت أمس واليوم لاتخاذ القرارات النهائية بشأن الرد على إيران كما أفادت الشبكة الأمريكية بأن إسرائيل قد تسهدف البنية التحتية العسكرية والاستخباراتية ودفاعية الجوية الإيرانية وربما أيضا تطال منشآت الطاقة الإيرانية وكان وزير الخارجية الإيراني حذر إيران من استدافي إيران الحكومة الرابعة عشرة في إيران وكما في السابق هي ثابتة وراسخة على دعمها لمحور المقاومة إيران قدمت دعما واضحا ومعروفا عند كل العالم للمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة وهذا ما تفاخر به نحن نوصي الكيان الصهيوني لا يعبث مع قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا حاول أن يستهدف الجمهورية الإسلامية فإن الرد سيكون أكثر قدرة من السابق وطبعا نحن وأي خطوة نقوم بها نتابع أي خطوة بدقة وكل ضربة نتابعها بدقة وأي رد لا نتردد فيه نحن نضربهم ونؤلمهم ونتوسع في مدايات الصواريخ والطائرات وسنطال المكان في الزمان الذي نقرره وفق خطتنا العسكرية الميدانية لتحقيق أهدافنا أنتم ترون أن إنجازاتنا اليومية كبيرة جدا مئات الصواريخ وكذلك عشرات الطائرات من واشنطن مراسل حدث بير غانم ينضم إلينا مرحبا بك بير جالانت وأوستن والنقاش بين الطرفين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ما الذي يتم الاتفاق عليه فيما يخص الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني وفيما يخص لبنان أيضا تسمعوني بير طيب إذن نحاول الاتصال بالزميل بير غانم بير مرحبا بك لا يجب أن ينقطع الاتصال بك أبدا أنت يا أستاذ بير غانم الاتصالات الإسرائيلية الأمريكية الآن أوستن وغالانت ما الذي يتفق عليه الجانبان ما المرشح في هذه الاجتماعات المتكررة لا أعتقد أن الجانبين متفقان على أمور كثيرة فنستطيع القول أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية سعت وما زالت تسعى إلى كف إسرائيل عن القيام بهجوم على إيران يستطيع هذا الهجوم أكثر من أن يدمر أن يثير بعملية تصعيد في منطقة الشرق الأوسط يجب أن نكون من باب الدقة حسين أن نقول أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت على أنها توافق على أن إسرائيل من حقها أن ترد ولكن المفهوم العام الذي يتحكم بالإدارة الأمريكية هو لا رد ولا تصعيد والمحاولة إلى وصول إلى تهدئة في منطقة الشرق الأوسط هذا ما كرره أيضا قبل قليل المتحدث باسم الخارجية هذا ما تحدث عنه قبل قليل أيضا الرئيس رئيس هيئة الأركان المشتركة عندما يتحدث إلى نظيره في بريطانيا يريدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حلول أكثر من أي شيء آخر طيب بالنسبة للبنان هناك كذلك أخبار بير عن أن دعما أمريكيا أو غطاء أمريكيا لبعض الأطراف اللبنانية من أجل انتخاب رئيس لا بد أن أسألك عن هذه النقطة هل ثمت معلومات رشحت تصلنا بعض المعلومات ولكن حتى اللحظة غير مؤكدة الموقف الرسمي بالنسبة للبنانية المتحدة الأمريكية هو على الشكل التالي منذ أشهر طويلة سارع الأمريكيون للتحدث إلى الأطراف اللبنانيين وبالواسطة إلى حزب الله وكان هناك رجاء أن يتم فصل لبنان عن مشكلة غزة وأن تكون هناك حلول سياسية أيضا في لبنان ولكن حزب الله لم يستمع وأيضا حركة أمل ونبيه بري لم يستمعوا إلى هذه المطالب الأمريكية الآن يرى الأمريكيون أن هناك ضغوطات حقيقية من قبل إسرائيل على حزب الله وهذه الضغوطات العسكرية تقلل من قدرات حزب الله وتضع أيضا ضغوطا سياسية على حزب الله وعلى حركة أمل وبالتالي ما تفعله الإدارة الأمريكية هي أنها تترك الأمور لبعض الوقت لتأخذ مكانها هي حريصة أكثر من شيء آخر على أن إسرائيل لا تضرب البنى التحدية ولكن تقوم بعمليات استباقية عند الحدود وأيضا في ضرب مخازن حزب الله بالنسبة لموضوع الرئاسة في لبنان والاتفاق السياسي الأمريكيون لديهم موقف مبدئي ولكن ليس واضحا أن الأمريكيين يدفعون بالفعل الآن إلى انتخاب رئيسي الجمهورية في لبنان شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الحدث بير غانم على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا لك من واشنطن شكرا جزيلا لك من واشنطن شكرا جزيلا لك من واشنطن